ما هو دور منظمات المجتمع المدني في هذا التحول الذي تمه والانتصار اللي حقه الشعب السوداني على أساس أن تكون الديمقراطية زي ما بقوله منتصرة ومستدامة من غير منظمات المجتمع المدني بيكون صعب جدا جدا المحافظة على هذا الانتصار الكبير وبالتالي ما عندنا خيار غير أنه مثلا الحكومة الحالية حكومة الثورة حكومة الانتغالية لا بد أن تنجح في مهمة الأساسية التي هي التحول الديمقراطي وتجهز تصل لمرحلة الانتخابات الحرة النزيهة